السلام عليكم أحبائي حبيبات الفيديو الأول من العيد شاركت معكم الحلوة الغريبة من القرقع جدت رائعة وهائلة والكوش عن الطعم والداء والسلام والوصفة الثانية درست معكم هذه الشوكولة بالكوكاوترية كجية رائعة وشكروها كما تريدون قمت بها الثانية ودكورتها بهذه الشكل وقمت بها الثانية لديهم لديهم أشكال والدكورات التي تريدون أن تريدون تريدونها على الشكل طولي مثل سنيكر وتريدونها دوائر وتهنو دوائر ضغياء واليوم سنصيب هذه الحلوة من فريرو روشي قمت بها الثانية وقمت بها الثانية والدوائر بشوكولة ويجب أن تريدونها كيف تريدونها يعني بلاتوكم يأتي بخيس تيج ويأتي الحلوية رائعة ومكونات التي تستعملوها تستعملوا الشوكولة النوعية جيدة ويجبون من الأحسد تشريوه ويجب أن تستعملوها في الثانية لا أعظم كيف تريدون أسفر من الأطلاق لا أعلم لديكم إذا أردت ولكن يجب أن أرى.. لم أكن أعلم ولكن أنا جربت ويجب أن أجربوا قمت بها ونجربوا ونجربوا إنها تزينة ونجرب من الكوكولة ونجربتوا بأي شيء أريد أن تزينهم الصراحة يجب الداد واللوز الداخل خاصة يكون محمار لكي يأتي الديد لا تستطيع الوز الداخل يمكنهم التطوير و التوكو يعني يجب الوز و رائعين و التل مدق و التل أولاد الصغار يريدون أن يكونوا يملكهم و الكباب والآن أمر معكم المقادر و الطريقة التحضير و لا تنسوا اشتراك و تفعلوا جرس و يوصلكم كل ما هو جيد والآن أمر المقادر هذه المقادر سوف نحتاجون لها الصراحة مقادر سهلة و بسيطة و سوف أعطيكم حلوة منطقة رائحة و لا نحتاجوا زلافة كبيرة من النوع الجيد كتشمو فيها الرائحة و في يديكم كي يكون كذيث تكون فيها الرائحة و كي كنت في الطعام لاذيث و سوف نخوو عليه ستليع لحسب كيف يتجمع لكم يعني كتبقوا تجمعوا و تشوفوا يعني ما تديروش ناشف و في نفس الوقت ما يكونش عودتاني سائل بزاف و ما تديروش الكمية كبيرة بزاف هكا بش ما يغلبكمش يعني في آخر لحظات دي الليلة تلعيد تصوبوا هاد الحلوة و كجي رائعة و كتعمروا بها بلاتو و كجي كم يعني لديدة حتى في الأكل و ما كتبقاش صراحة و ما كتبقاش يعني أي واحد كتعجبوك سهلة في الأكل و تهد نيستلي كي يكون لذيذ في الماداق و تهي الحلاوة صراحة ماشي حلوة بزاف يعني نيستلي راه هو أصلا فيه الحلاوة سوف كتبقوا و جمعوها هكا ب هات الطريقة تاكي تخو فيها السائل دي الحاليب باش دغية تجمع لكم في يديكم و تشكلوها كيف ما بغيتو انتو ما كتبقوا و جمعوها هكا يعني انا مقول لكم ما تكتروش إلي كترتو رغة تحصلوا فيها باش تقدرو تديرو حو تاني شكيل آخر نوع آخر هاد الكيمية رغة تتعمر لكم ساحن ساحن أو بلاتو يعني غادي هي أصلا هاد الحلوية ما كتبغيش الكترة لانه غادي تبقى تتكور فيها كتتعكزي عليها غادي تديريها بها تشكلو غادي تجيبي اللوز اي حاجة توفرت عندك واللوز حمروه ما تديروهاش خضره باش تجيل ديدا سوف بكتبقوا تتكوروها بكب هات الطريقة و قبل ما تبدو تتكورو فيها بالاحسن تديروها في كلاجة باش ديكم سهلة في الجميع هاتو هاد الكويرات انا زيت فنتهم في الكوك هات غادي ندير كورات بايداء و كورات غادي نغطسهم في شوكولا اي حاجة توفرت عندكم اللوز تقدروا تديروا البندوق او الكوكو او تخليهم جايعي لما توفر عندكم والو تخليهم خوين كيجيو المدق ذيالهم وشكل ديالهم بحل بونتي يعني تقدروا تديرهم غيهكا سوف نقوم بشكل أبيض وشكيل بالشوكولة سوف نقوم بشكل أبيض الساعة وأبقى بشكل أبيض سوف نقوم بشكل سبيض سوف نقوم بتحضيله سوف نقوم بشكل أبيض سوف نقوم بشكل أبيض الأساسية وضع الداخل فاش كتعدو كتجي زوينة ما كتجيش ناشفة ولا اصلا إلا كان للكوكماشي من نوعية زوين جيدة تزيدو علي هالناس اللي باش يجي زوين هاتوا من بعد كتدفو عليها هكا اللوزة وكتفقو تكورو بهالطريقة وكتفقو تحتو في الشوكولاتا هكا وشوكولاتا الابردت معاكم ثم جمدت ما ساعدتكمش في الخدمة تقدروت يعني تقدروت رجعو تتخنوها في حمام مريم باش تقدروت شنكلوها كم ما بغيتو وهذا القلاساج اللي كتوريت لكم في الحلقة المادية هو عبارة عن بيض البيض ونقطرت من الليمون السافي وبيضة بيض بيضة ونقطرت من الليمون وسكر سكر 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 السكر وكتري السكر أدخل السكر سكر سكر السكر بشكل الأثم وكما اقوم بتجيبه اخر لحظات ديالي لك العيد سافي غير بشكل عشوائي كتبقوا بتديرو بحال هك مش بتضروره انا نغادل وتالبوش هدوي ما ما لقيتهاش سافي كتديرو انسا شي ولا اي توقب اي حاجة توفرت عندكم سافي كتبقوا بتزينو هكا بهات الشكل باش تديرو يعني اشكال زوينة وتحطوها حتى العين كتشوف بعض المرات العين هي اللي كتجلب هالحاجة باش انها تشاهيها باش تاكلها سافي هانتو ما هنا دابا انا غادي ندير هادك العقيق اللي عندي ديالبوش هاد نديرو على القلاساج محدو محدو دائب سائل حتى غادي يجمد غادي نحطوه في تلاجة باش هدوك اللي يقبطو لي في ذاك القلاساج حتى اي لمشا تجمدو بردرا ما غاديش يقبط وغادي هدوك اللي يبتاع غادي يبتاعو قتل حوامي هكا به هكا الشكل عشواء يديرو ثلاثة ولا نجوج في الوحدة الصراحة كين انواع للتزين الحالويات زوينة وهذا حالويات هكا في حالة الشكل هادا سهلة كتجي في العيد زوينة ولا في المناسبة تكون عندكم شي حفلة ولا شي عيد ميناد ولا تقدرو تحتوهم هكا زينوهم في المأيدة ذيالكم بسا في كتقود زينو هكا انا كنا اضع كل وحدة فيها ثلاثة باش ميجوش خاوي ميبقاش بان ذاك البايات انا وردتكم قاعد ما راح اللي مرس بها في هاد الحلوة باش تلموا بتاذيئات تجيهم سهلة بتاذيئات كي بغو هاد الحلويات السهلة اللي باردة وما تستعملش فيها الفرن خصوصا الى كان الوقت متأخر ما يمكنش غادي تديريجوش لك الحلويات في الفرن والصهد والصخونية يعني غادي تكتافي وغيب حلوة وحدة والحلويات الاخرات تستعملوهم حكا باردين سهلين التحذير وغس يكونوا عندكم غل المقادر وصفة والاشكال اللي غديروها تديروها يعني بترقائية الشكل اللي بغتوا تديرو يعني بغتوا تديروهم بطرشوهم بالكوك بغتوا ها هو الشكل الاخر كيف اجيجو هامو هادو درت لهم الكوك وهادو خليتهم هاكا بيضين ايلا بغتوا تديرو الشوكولاتة البيضاء انا مدرتهاش حت هادو خليتهم حديجة فيهم هادو خليتهم حديجة فيهم نزيد فيهم الشوكولاتة البيضاء هادو خليتهم غير هاكا وفنتهم في الكونكو وهادو خليتهم بالكلاسة عشوائيين وهو الشكل الاخر ديالهم هاو مجنزوينين بعد ما اخرجهم تلاجة وهو يشوفوا الداخل كيف اجيجي كتجي معسلة ومعلكة ولدي دفطان ما غاديش نبوها للحلوة نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها والى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا